سائل يقول صاحب فضيلة من أئمة المراكز الإسلامية جاء هذا السؤال أخ يعمل جاهدا على أداء صلاة الشروق بعد بقائه في المصلة يذكر الله بعد صلاة الفجر في بعض الأيام يأتي إلى صلاة الفجر بعض كبار السن الذين ينتهزون هذه الفرصة في الكلام الذي لا طائل منه من الفجر إلى شروق الشمس ثم إذا شقت الشمس صلوا صلاة الشروق وانصرفوا الأخ هذا ماذا يفعل معهم؟ يشاركهم في الحديث مواساة للكبر سنة أم ينصرف؟ لأنه لا يستطيع الزكر لأن أصواتهم تسمع الجواب عن هذا يا عبد الله إن جملتهم قليلا بشيء من المشاركة وكانت لك في هذا نية إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم ثم استأذنت للانقطاع لذكلك أرجو أن تكون قد جمعت بين الحسنين وأن يكتب لك أجر الحج والعمر إن شاء الله فقد روى مسلم عن سماك بن حرب قال قلت لجابر بن سمرة أكنت تجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم كثيرا كان لا يقوم من مصلاة الذي يصل فيه الصبح حتى تطلع الشمس فإذا طلعت قام وكانوا يتحدثون وكانوا يتحدثون فيأخذون في أمر الجاهلية فيضحكون ويتبسم صلى الله عليه وسلم جاء في شرح النووي على صحيح المسلم قال القاضي هذه سنة كان السلف أهل العلم يفعلونها ويقتصرون في ذلك الوقت على الذكر والدعاء حتى تطلع الشمس وفيه جواز الحديث بأخبار الجهلية وغيرها من الأمم وجواز الضحك والأفضل الاقتصار على التبسم كما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في عامة أوقاته ترجمة نانسي قنقر